بعد 14 سنة وأربعة مواسم عرضت الاستوديوهات اليابانية أمس آخر حلقات مسلسل الإنمي الشهير الهجوم على العمالقة اللي يعتبر من أعلى مسلسلات الإنمي مشاهدة في التاريخ والعالم وترجمة للغات عديدة المسلسل يصنف على أنه تحفى فنية رسومية وقصته تدور أحداثها حول إيرين اللي نشأ بين الأسوار الثلاثة ويسعى للانتقام من العمالقة ويلامس قضايا كثيرة منها الحرية والحياة والصداقة والخيانة وأخطاء الماضي المسلسل بدأ في عام 2009 على شكل مانغا وفي 2013 تحول إلى مسلسل إينمي وينضم معنا عبر زوم ماجد العامر ناقد ومحلل لفن الأنمي أهلا وسهلا حياتك الله ماجد عبيبي أخي عبد الله مرحبا فيك وشرف لي نهري في قناة الثقافية معكم شرفتنا في مساء الثقافية طبعا في ضجة في وسائل تواصل اجتماعي أمس واليوم حول حلقة الأخيرة من المسلسل عدنا رأيك الشخصي كيف شفتها والله جميلة جدا جدا نهاية ممتعة ومرضية للكثير نعم هناك البعض زعلام بالنهاية في النهاية صعب إرضاء ذوق الكل ولكن كثير من الجدل اللي صار بسبب أنه فيه اختلاف وجهات النظر بين الناس ما بين مؤيد ومعارض للنهاية بالنسبة لي أنا كانت عشرة على عشرة نهاية تليق بهذا العمل الطويل اللي من 2013 وحنا نتابع أكثر من عشر سنة عشر سنوات تقريبا وحنا نتابع ونهاية جميلة جدا جدا ومرضية صراحة يعني قلت عشر سنوات ربما مئات مليئ من أشخاص تابعوا المسلسل هذا ويش يميز هجوم العمالق عن غيرهم العلمي حلو سؤال جميل البداية فعلا هي القصة قصة العمل مرة 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 متميزة يعني وجرأة الكاتب في الطرح السوداوي والدموي والأفكار اللي مبنية زي ما قلت في المقدمة على الحب والصداقة والكرارية بس برضو الحروب أن يظهر لك جانب من الحروب سوداوي يمكن ما شفتها في الأعمال الأخرى يعني جرأة في الطرح في ظهار مدى بشاعة دموية الحروب يعني أبدع فيها الكاتب بشكل رهيب جدا جدا وهل تشوف شخصيات الأنمي هذه تطورها عبر السنين قدم وجهة جديدة أو تطور مميز في عالم الأنمي يعني أنت راضي على تقدم الشخصيات وتطورها عبر الزمن نعم لأنه فعليا شخصيات مثل البطل كان في البداية بطل ومحب لها صحابه وكذا فجأة بعد الهجوم اللي صار عليهم من العمالقة تحول إلى كاره جدا للعمالقة حاقد عليهم وحلم أنه يبيد العمالقة على الأبد ولكن نص الطريق يكتشف أنه هو أحد العمالقة ويقود العمالقة هذه لإبادة البشرية فالبطل تحول إلى الشرير يعني شيء وتجي في آخر حلقة التي عرضت أمس وتجيك الصدمة أن هدف من هذا الشيء ما كان إبادة العالم أو ما كان فعلا شرير يعني أوكي فيه جانب من الشر وفكرة يعني ولكن هدفه في النهاية كان يبيصنع توازف السلام بين البلدة أو قرية جزيرة البراديس في مقابل العالم كله اللي كان يبينسف جزيرتها ويدمرها عن بكرة أبيها فكان يعني جانب من الحرب ما شفناه من قبل في الأعمال الأخرى والإبادة اللي صارت دموية ومرعبة يعني ما أحد مننا يعيد الإبادة الجمعية أبدا ولا يرضى فيها بس كاتب استعرضها لنا بطريقة بشعة جدا 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 طيب يعني شفنانا كثير من المشاهد ذكرتها حتى في معرض حديثك كيف أكثر اللحظات الملحمية اللي عالقة في الذاكرة في مسلسل سرع العمالقة والله هي كثير صراحة وصعب يعني إحصائها في مشهد ومشهدين ولكن بقول مشهدين الأول في الجزء الثاني إذا ما نغلطان لقطت أن أعز صحابه اللي كانوا معهم متدرب معهم أربع سنوات رينر وبرتلوت اكتشف أنهم خاونه وهم اللي بدأوا بالهجوم على جزيرته وهذا المشهد يعالق في أذهان الجميع ولا حد يقدر يساهم من أقوى أقوى التوست أو الصدمات العاطفية الإبداعية اللي قدمها الكاتب في المسلسل عبر الحلقات المية وثلاثين حلقة وأكثر والمشهد الثاني في الحلقة الأخيرة أمس وأظن سيتم معالق في أذهان الكثير كيف أن حبيبة البطل واللي تحب وتعشقها بشكل جنوني جدا اضطرت عشان تنقذ ما تبقى بالبشرية اللي قاطع رأس البطل يعني أنها تقتل أعز اللي تعتبره مثل الأخ وهو طبعا أنقذها وهي طفلة صغيرة وحبتها وتعلقت فيه طوال هذه السنين وتعتبره كل شيء في الدنيا بالنسبة لها وحبيبة ومع ذلك اضطرت لقتله مشهد مرة مرة صادم وأظن سيتم معالق في أذهان الكثير والله كذا ماجد خربت علينا حين اللي ما شاهدنا مسلسل وعلمت أنه أشار بحلقة الأخيرة أنا آسف طيب أسألك عن الجانب الفني في الهجوم على الأمالقة هل تشوف أنه التحريك في المسلسل والرسومات اللي فيه يعني ساعدت على انتشاره والرواجه نعم نعم هذا أحد أهم وأقوى الجوالب نجاح أنا بالنسبة لي أرى وقد قلت أكثر مرة في بثوثنا في قناتي على اليتوب أنه جوم العمالقة يعتبر أفضل عمل مر من حيث التكامل أنه من تكامل حيث التحريك الإخراج الساوند تراك الثرات الصوتية الموسيقى الإخراجية العمل يعني وساهم دايشي في نجاحه ورواجه وانتشاره بشكل كيف طبعا بينا جانب القصة والشخصيات يعني دقة الرسم والتحريك طبعا للأسف للأسف آخر حلقتين خلت الجودة شوي لأن الستوديو المخرج تغير كان ماسكا استوديو ويت ولكن الآن مع تحت استوديو مابا ولكن الآن قدموا لنا تحفى فنية واختتموا هذا العمل ختام جديد جدا ومناسب بالنسبة لكثير من عشاق هذا العمل ماجد العامر شكرا جزيلا لك شرفتنا في مساء الثقافية وان شاء الله تشرفناه في الستوديو وقال